تحت رعاية سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة المجلس الاعلى للاممة والطفولية والطفولة اختتم اليوم مركز ابو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني فعالية النسخة الرابعة عشرى من المسابقة الوطنية لمهارات الامارات والتي اقيمت في العاصمة ابو ظبي حيث استقطبت المسابقة هذا العام اكثر من ثلاثمائة مشارك لتنفس ضمن ثلاثة وعشرين مهارة هندسية وتكنولوجية وتم تتويج ثلاثة وخمسين مواطن ومواطنة اربعة عشر منهم حصدوا على الميداليات الذهبية وثمانية عشر منهم على الميداليات الفضية وواحد وعشرين منهم على الميداليات البرونزية